كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وضح انه تم الاعلان عن وثيقة ملكية الدولة وبرنامج تروحات وان فكرة استغلال اصول الدولة غير المستغلة لا يعني انها بتتباع ودي شراكة واتفاق مع القطع الخاص لاعادة تشغيل المصانع او الهناجر المتوقفة احنا اعلننا سياسة وثيقة ملكية الدولة واعلننا قبل كده على برنامج تروحات احنا مش خارجين عن هذا الموضوع على الاطلاق ما تم الاعلان عنه الوثيقة اللي احنا يعني بقت معروفة لنا كلنا وشفناها وكلنا شغالين عليها وايضا برنامج التروحات اللي اعلنناه هو ده اللي احنا شغالين عليه انما فكرة كلمة استغلال اصول الدولة الغير مستغلة مش معنى ده ان انا بباحة ده اللي انا عايز اقوله لما يكون عندي منشأة ويمكن معالي وزير الكهرباء يعني كان سابقا هو مسؤول عن ملف قطع الاعمال ولاقي ان عندي مصانع متوقفة او هناجر متوقفة وما فيهاش فيها شغل لما اجي النهاردة اعملت اتفاق شراكة مع قطاع خاص انه يعيد تشغيل هذه المصانع ويبقى الدولة ما بيتبعهاش وبأكد على هذا الموضوع الدولة ما بيتبعهاش لكن عندي اصل معطل وغير منتج ومش مستغل طب انا بقول النهاردة قطاع الخاص بيملك امكانيات افضل وكلنا ويمكن النقطة دي يعني انا حابة بأكد عليها فيه اوقات تانية بنستمع الى انا اسف حقول اللفظ ان الدولة بتتغول والدولة بتتغول على الاقتصاد والدولة بتدخل في قطاعات وبتزاح من قطاع الخاص بينما احنا النهاردة بنقول العكس بنقول بالعكس احنا كدولة حرصين عندنا اصول مش عارفين مش مستغلة بقى لها فترة ومتوقفة وما بتجيبش عائد للدولة طب اعمل فيها ايه انا مش مش بباحها لكن اننا النهاردة ادخل في شراكات مع قطاع الخاص نشغلها مع بعض يبقى بيحقق الفايدة الاهم هذه الاصول اللي ما كانتش منتجة ومعطلة تبدأ تعاد اشتغلها تبدأ تخلق فرص عمل للمصريين ويبدأ يبقى فيه عائد للدولة منها ده النقطة اللي انا بأكد عليها لكل المصريين كلمة استغلال الاصول الغير مستغلة مش معناها اننا ببيع ولكن اننا اعرف استفيد من هذه الاصول اللي كانت انا اقول اهو كلمة كانت مهضرة فيما قبل ولا تدر للدولة عائد بل احيانا بيبقى بدفع كمان تكلفة نتيجة لعدم تشغلها وبالتالي بحاول اننا اقدرها واشغلها بما يحقق كل الاهداف خلق فرص عمل اجيب عائد للدولة اشغل قطاع خاص معايا هو بيدير احسن وينتبقى فيه ارباح افضل للدولة